اشتركوا في القناة الاستدلال بالدليل الذي يقر الخصم بصحته وحقيته سبب لاعترافه بالحق والإذعان له وعلى هذا المنهج جاءت احتجاجات على المخالفين والمعاندين فكان يأتيهم بالدليل الذي يقر الخصم بصحته وحقيته ويحكم على نفسه ببطلان ما هو عليه فيذعن للحق ويعترف ومن ذلك ما روى الحاكم وصحهه عن رفاعة بن رافع الزورقي أنه خرج هو وابن خالته معاذ بن عفراء حتى قدما مكة وهذا قبل خروج الستة من الأنصار فأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فقلت اعرض علي أي الإسلام فعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه الإسلام وقال لهما من خلق السماوات والأرض والجبال قلنا الله قال فمن خلقكم قلنا الله قال فمن عمل هذه الأصنام التي تعبدون قلنا نحن قال فالخالق أحق بالعبادة أم المخلوق أنتم أحق أن يعبدوكم وأنتم عملتموها والله أحق أن تعبدوه من شيء عملتموه وأنا أدعوكم إلى عبادة الله وإلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وصيلة الرحم وترك العدوان وبغض الناس أي وترك بغض الناس فقلنا لو كان الذي تدعون إليه باطلا لكان من معالي الأمور ومحاسن الأخلاق أي فكيف وهو حق وحقيقة ثابتة بالقطع فأتينا البيت أي الكعبة المشرفة فجلس عند البيت معاذ بن عفراء قال رفاعة فطفت وأخرجت سبعة أقداح فجعلت له منها قدحا فاستقبلت البيت فضربت بها وقلت اللهم إن كان ما يدعو إليه محمد حقا فأخرج قدحه سبعة مرات فخرج قدحه سبعة مرات فصحت بصوت عال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فاجتمع الناس علي وقالوا مجنون رجل صبأ فقلت بل رجل مؤمن ومن ذلك ما رواه بن خزيمة بإسناده أن قريشا جاءت إلى الحصين والد عمران رضي الله عنهما وكانوا يعظمونه فقالوا له كلم لنا هذا الرجل أي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يذكر آلهتنا ويسبهم فجاءوا معه حتى جلسوا قريبا من باب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال صلى الله عليه وآله وسلم أوسعوا للشيخ أي كبير السن وهو الحصين وكان ابنه عمران وأصحابه متوافرين فقال الحصين ما هذا الذي بلغنا عنك إنك تشتم آلهتنا وتذكرهم أي تذمهم فقال صلى الله عليه وآله وسلم فيستجيب لك وحده وتشركهم معه أرضيته في الشكر أم تخاف أن يغلب عليك فقال الحصين لا واحدة من هاتين فقال صلى الله عليه وآله وسلم يا حصين أسلم تسلم أي لأنك أقمت الحجة على نفسك وبدى لك نور الحق فقال الحصين إن لي قوما وعشيرة فماذا أقول فقال قل اللهم إني أستهديك لأرشد أمري وزدني علما ينفعني فقالها فلم يقم حتى أسلم فقام إليه ابنه عمران فقبل رأسه ويديه ورجليه فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بكى وقال بكيت من صنيع عمران دخل حصين وهو كافر فلم يقم إليه عمران ولم يلتفت ناحيته فلما أسلم قضى حقه فدخلني من ذلك الرقة فلما أراد حصين أن يخرج قال صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه قوموا فشيعوه إلى منزله فلما خرج من سدة الباب رأته قريش فقالوا صبأ وتفرقوا عنه والحمد لله رب العالمين